السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابي أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خوتي ما تنصفش الصلاة على الرسول اللي بركة الله سنقسم معكم هذه الوصفة لتغطية الشيب وصفة لتفتيح لون الشعر سباغة الشعر طبيعية مكونات طبيعية متوجدة في كل بيت إن شاء الله يربي هذا الفيديو وصل الأخوات اللي كي بغيوا مكونات طبيعية سباغة الشعر أخوات اللي كي حبوا الوصفات الطبيعية ديل تفتيح لون الشعر على بركة الله سنقسم معكم المقادير كما تشوفوا هنا عندي جوج معالق ديل الكاركادي كما تشوفوا جوج معالق كبار ديل أجساء الأخضر ديلنا أو الشاي الأخضر ديلنا جوج طريفة كبار ديل السواك لا بأس بهم شوية كبار قطعتهم سننضيف لهم هنا كاس ديل المطايب كاس كبير ديل المطايب بحكم أننا غادي نخليها تغلي واحد المدة ديل ستا دقائق مع التحرك وسنفصل الوقت غادي تشرب لنا ذاك الشي ذاك الماء وغادي يولي واحد اللون اللي هو خاطر غادي يولي واحد العاصر أو لواحد أتي اللي اللون ديله مركز بزاف كما قلت لكم جوج معالق كبار ديل أتي و جوج معالق كبار ديل الكاركادي معا جوج طريفة كبار ديل السواك فهد اللوين هدا غزال بزاف غادي خليهم نخليهم كما شفتوا غلاء كما كتشوفوا لوين غزال بزاف غادي نخلطوا معا مكونات تانية ان شاء الله باش نحصلوا على واحد اللون اللي هو جميل جدا تغطية الشيب وتفتيح لون الشعر لون غزال بزاف ان شاء الله غادي يعجبكم مويم أخوتي أنا هنيا غادي نصفه وهو الطائب بقي اللحي بالنسبة لهذا الوصفة أخوتي فأنا يعني مجربها جربت على الشعر دي لعدة مرات قبل ما نصورها لكم عارفة النتيجة ديلها غزالة بزاف نتيجة كتفتح اللون بدرجة وكتعطي واحد تغطية الشيب حتى هي بدرجة كتعطي واحد اللون اللي هو جميل جدا مع تكرار الوصفة بطبيعة الحال مع التكرار دي للوصفة كنقول لكم ان هاد الوصفة هدي ضروري انكم تكرروا على الاقل مرة في الأسبوع فعندكم منش تخافوا منها فهي مكونات طبيعية ما كان لأ ضرر لأي شيء من ذلك فهي مكونات طبيعية في نفس الوقت كتعطينا واحد النتيجة اللي جميلة جدا غندو دول مكونات لديل هاد الوصفة هدي او للبقية دي للوصفة كما كتشفوا معايا هنا عندي شوكولات مر اسود هادي اللي ناخد منه معلقة كبيرة كما كتشفوا بهذا القياس هدا هاد المكونات اللي كان أعطيكم ضعفوها على حسب الشعر دي لكم انا هنا يخريز معلقة صغيرة دي لحنة هاد القياس دي لهاد المعلقة هدا بحكم دي الشعر دي لي انا ما طويلش بزاف فانا الشعر دي لهم قصير عليا استعملوا نصف معلقة دي لحنة بالنسبة لاخوات اللي شعر دي لهم طويل معلقة صغيرة كافية مع مكونات تانية اللي هو شوكولات الأسود المر كيكون دي لحلويات بزاف الاخوات كي سولوني عليه فهو شوكولات مر دي لحلويات انا نضيف المكوين الثالث اللي هو شو القهوة قهوة هنا يا انا عندي قهوات سريعة دوابان فانتوما يلا ما كتبغوش قهوة سريعة دوابان يمكنكم تعودوها بالقهوة اللي كان شريو كان طحنوها في الدار دي لنا ولي كان طحنو عند العطار كتضعفوها غير انه ودي رجوج معالقة سلطة المعالقة حيث كان عفوه انه قهوة سريعة والدوابان كتكون مركزة فانتوما كل ما كترتو كل ما كان احسن لما ضفنا شر المكوينات كلها وضفنا غير الحنة بوحدة اعتعتنا واحد اللي هو برتقالي يعني لون برتقالي اذا ضفنا معها مكونات ثانية واضحنا مع الوحق صغيرة دي لحنة هاتعتنا واحد اللي هو انحاسي مع التكرار الوصفة مع التكرار اكري مع التكرار دي لوسفة هات rearrangeas اللي هو جميل يمكننا تقول لكم اي لون دية شعر دي لكم غير تفتح يقوللي في واحد اللون جميل اما بالنسبة لاخوات اللي عندهم's shape فغيريول لي واحد اللون اللي هو انحاسي في shape دي لهم غ saturated بحل لهم ميش. يبقيت نقول لكم لانا جربتها وعارف كيفاش النتيجة ديالها. الشي بغا يضيب لكم بحال لي ميش غا يولي في واحد اللون لي هو نحاسي. بحكم هذا الوصفة هذي ديرين في القهوة ديرين في الشكلات المر الاسود اللي كان ديرو في الحلويات ديرين واحد الكمية لا بأس بها قليلة دي الحنة اللي هي معلقة صغيرة. ومكونات تانية اللي هو الكاركا ديو الشاي. فهذو كلهم كي اعطي واحد اللون لي هو نحاسي على الحنة. الحنة الى ضفناها لوحدها تبوحها قاعد يعطينا واحد اللون يو برتق عليه للخزوت. دفت مع هذ المكونات التانية فعطتني واحد اللون لي هو انحاسي. فصراحة انا بالنسبة لي جاني جميل جدا لان حتى السباغة الكيموية من اللي كنسبوا بها اولا اللون البني جل السباغة الكيموية ما غا يشتعطينا واحد اللون لي هو بني غير مع دوام مع تكرارها مع تكرار عدة مرة تعطي انا واحد اللون لي هو بني غامق. باش نقول لكم كون معاكم صريحة? يعني ما غاديش نقول لكم الوصفة غادي ستاكم لون بني لا غا ستاكم واحد اللون لي هو نحاسي جميل مع التكرار دي الوصفة وكرن مع التكرار الوصفة فهذه هما مكونة طبيعية طبيعة الحال دروري ما نكرر الوصفة فما عندها لا درر لا اي شيء من ذلك انما كات ستاكم واحد للتغطير الشيط كات ستاكم واحد اللون بنسبة الاخوات اللي عندهم شعر اه اسود بحل الشعر دي اللي انا ستاكم واحد تفتيح دي الشعر لا بأسة بها كات مني كات شوفي الشعر دي اللي في الشمش كاتلقى اللون دي اللي وانه تفتح مرة واحدة استعملتها ولقدت اللون دي الشعر دي اللي تفتح واحد اللون لي هو جميل وبالاك لا مع التكرار الوصفة ان شاء الله غا تفتح كتر وكتر وهدو مكونات طبيعية ما تنسوش راهما ما عندهمش اضرار بحس بغا الكيموية اللي هي ممكن تعتاك النتيجة وممكن ما تعتاكش هديك النتيجة اللي تعتاك اللي صر ذاك اولا خاسك تكررها عدة مرات فبالو كما الوصفة الطبيعية ضروري من تكرار الوصفة ضروري انا كنت لكم قبل ما نحط لكم على الفيديو هذا جربتها على الشعر دي اللي قدرتها على شعري مغسول اغسلت الشعر دي اللي مزيان واضفتها عليه وخليتها نهار كامل وخليتها نهار كامل اه طبعا الحال ضروري الشعر دي اللي يكون قبل المغسول الشامبون حيط هدو الوصفة هدي من اللي اتدريها في الشعر دي ذلك ضروري تغسلي فقط بالماء سعون يعني ما تستعملي الشامبوان المهم هنا في الوصفة ضروري ما نزيد واحد المعالقة صغيرة دي الزيت الزيتون او اي نوع الزيت اللي عندكم مشي ضروري زيدي اي نوع الزيت عندكم انا فقط هنايا هو اللي كانت توجد عندي حاليا فاعملته كما كنتشوفوه لا لاحظتو را عندي الوصفة شوية خفيفة فضروري غادي نزيد لها واحد المعالقة صغيرة دي الشوكولات باش تولي خاضرة لانا ما بغتاش تكون خفيفة ما بغتاش تسح لي على الشعر ديالي بغتها تكون اه ملي تديرها في الشعر ديالي تكون لسقى لي في في الشعر ما تسحش لانا لا ساحد غادي ما غادي تقدير يوالو غادي نضيف واحد المعالقة نزيد واحد المعالقة دي الشوكولات من بعد ما مخوتي قلت لكم اه الوصفة عادية انا درتها على الشعر ديالي اللي كان مغسول قبل غصلته شامبوان وضفتها عليه على الشعر ناشف وبقت غادها بخصلة بخصلة حتى كملتها كلها على الشعر ديالي من بعد قدرتها غطيت الشعر ديالي بسلوفان بالبلاستيك سلوفان أو لأي ماسك غير باش تعرق ليه وتعطني النتيجة الفورية غطيتها وخليتها في الشعر ديالي نهار كامل يعني نهار كامل ويا في الشعر ديالي في الليل غصل الشعر بطبيعة الحال فقط بالماء الدافئ وخليتها واحد لمدة ديال ثلاثة أيام عاد غصلت الشعر ديالي بشامبون لأنك ما كتخليوا هاد الوصفة هاده فهو مكونات طبيعية فبطبيعة الحال اللي غصلت شعر ديالي بشامبون اللي هو كيماوي طبيعة الحال في مواد تأيين لدرة فغادي تغسل لك هاد الوصفة ما عديش تعطيك النتيجة ممكن تخلي لكوا هاد الأثر شوية غير خليوها في الشعر ديالي لكم معدكم مناش تخافوا غصلوا الشعر ديالي لكم شامبون على واحد المدة ديال ثلاثة أيام حيث كون ما كتبقى فشعر ديالي لكم كون ما كتغمق يعني كتزيد تبهات كتزيد تعطيكم واحد اللون لي وغامق جدا وما غديش تحيد من شعر ديالي لكم بسهولة غدي تبقى واحد المدة طويلة هاد سباغات هادهن اللي كي يلسقوا في الشعر يعني ممكن تفقى عك تطل شهور ست شهور هنا أنا كنضيف معلقة صغيرة ديالخال التفاح معلقة صغيرة فقط يعني بالنسب لأخوات اللي كيتحسون خالة تفاح ولا من الحوامت فيتجنبوها معلقة صغيرة ديالخال التفاح خلال التفاح غانية عن تعريف فواء كيقوي الشعار ومداد للقشرة كيعانيهم للقشرة خجزاء فkario ممكن أخوات اللي كان حامق قضي المندوق للقشرة ممكن يشلوا الشعر ديالهم بجوج مع الكبار ديال الخل بطفاح فسطل ديال الماء ولغرف ديال الماء يخلي هو اخر حاجة يشلوا بيه الشعر ديالهم فهم ضد القشرة يغزل بزاف ما عندكم مناش تخافوا منه اه مكمل لكم اخوتي على الطريقة فانا خليتها الشعر ديالي كما قلت لكم النهار كله ومن البعض خصلتها فقط بالماء الدافئ اللي هو عادي ومشت شعري ودرت له زويتة دياله ولا السيروم اللي مولفا كان ديره فقط هده هما المكونات اللي استعملت للشعر ديالي وكرر الوصفة مرة في الاسبوع فالوصفة ديك كترتب ليا الشعر ديلي كترتب ليا الشعر ديالي كترتب ليا الشعر إنو عومة ديالي والشعر ديالي ما بقاش كي كان مكردد ولا مناشف لأ ولا مرخي ولا في lom Film Masihil or Tiotov وليك تكتحسي بالشعر ديالك غزال بزاف يعني كيتحسن كل النهار كيتحسن على على أحسن يعني كل النهار هيوتني لياه أحسن فالشعر ديالي هاد المكونات اللي كنستعملوها مرع طبيعيين ما عنا مناش خافوا منهم اظن ان هاد المكونات كلهم موجودين في اي مطبخ يعني بلا ما تستعملي سباغي كيموي اللي غادي تخسر لك الشعر ديالك اللي غادي تنشف لك الزغبة ديال الشعر ديالك فهو احسن شيء احسن شيء اخوتي ماكيد ماحسن شيء من الوصفات الطبيعية وصفات اللي كانوا كيستعملوا قبل شحال هدي جدودنا وخواننا فغير احنا يا هاد الجيل هذا فاحنا عارفنا اننا اننا نطوروا منهم نضيفوا لهم اشياء تانية باش يعتمنا واحد النتيجة اللي ترضينا ان شاء الله يا ربي هاد الفيديو هادا يلقاكم على حاله باحسن الاحوال يا ربي كيما قلت لكم هاد الماء اللي شطلية هاد الماء هادا هادا كيما كتشفو غادي ندروف واحد البخخ لواحد الرشاشة غادي نبقى الرش الشيب ديالي اولا ذاك الشعر الابيض راه غزال بزاك ما عندكم مناش تخافوا منه المرأة الحامل اي اخت عندها اي شيء ما عندنا نشتخاف منها وصفات طبيعية ان شاء الله نخليكم في رعاية الله والى فيديو قادم ان شاء الله